اشتركوا في القناة تتشح المدينة ببهاء رمضان العشر الاواخر منها اجواء ينشرح لها الصدر وينال طيبها الروح من المساجد تأتي اصوات تصدح بترتيل القرآن في صلوات الترويح في الشارع متسوقون كثيرة هي المحل التجارية التي لم تفتح ابوابها بعد يعلم الناس ان النشاط التجاري لا يدب في المدينة القديمة الا بعد ان تقضى صلوات الترويح تمسك زهرة بذراع امها تمشيان على مهل لهما متسع من الوقت يمتد الى ما قبل السحور للتجول في ازقة المدينة حيث للتسوق طعم خاص ولكن زهرة وهي تنزل من سيارة الاجرى التي اقلتهما الى باب فتوح رأت فتاة قدرت ان تكون في مثل عمرها الشحوب الذي اعترى وجهها لم يمح جمال ملامحها الى شحوب هذاك كانت ملابسها البالية تضيف ما يشي بفاقتها التقت نظراتهما فانتاب زهرة احساس لم تعرف مثله قط ابتسمت الفتاة همت زهرة بالرد بابتسامة مثلها ولكن امها استعجلتها الدخول الى المدينة انشغلت بما تعرضه الدكاكين المفتوحة من مأكولات ومن ثياب وبضائع مختلفة انساها كل ذلك تلك النظرة التي نفذت الى اعماقها جالت مع امها عبر دروب عدة ودخلتا محلات كثيرة وبينما هي في محل لبيع ملابس حيث اعجبتها كسوة بها تطريز من حرير وحين كانت امها تفاوض التاجر حول الثمن رأت تلك الفتاة التي كانت في باب فتوح وجهها من تلك الوجوه التي لا تنسى بسرعة ابتسمت لها الفتاة لما التقت نظراتهما من جديد ثم راحت تنظر في المعروض من ثياب تتابعها زهرة بنظرات نبعت من ذاك الاحساس الذي انتابها لما رأتها للمرة الاولى التفتت الفتاة وهي تمسك ببذلة كتلك التي اشترتها زهرة سألت التاجر عن ثمنها نظر اليها بعين فيها توجس ظاهر قد يكون ظن وحل الفقر الذي يبدو عليها يؤكد له ذنونه انها لن تقدر على دفع الثمن المطلوب ركز نظراته على عينيها ونتق بالثمن لاحظت زهرة انه طلب ما يقرب من ضعف ما طلبه لوالدتها وقف بالباب رجل يحمل في يده مبخرة معلقة بثلاث سلاسل من نحاس يردد ادعية بادر التاجر الى اخراج قطعة نقدية من درج مكتبه وعجل بدفعها له فانصرف لم تسأل الفتاة خفضا للثمن ولكنها ظلت ممسكة بالثوب تتأمله بينما مضى التاجر يلوف في قطعة ورق القميص الذي اختارته زهرة قبل ان تغادر المحل اخذت الثوب وقدمته الى تلك الفتاة اصيبت امها بالذهول ولكنها بادرت الى القول انها تتصدق به وانها لا تريد ثوبا جديدا للعيد امسكت الفتاة ذات الوجه الشاحب بالثوب الجديد ضمته الى صدرها والتمعت عيناها فرحا عانقت زهرة في صمت رأت عيناها تدمعان ودون ان تنطق بكلمة عانقت والدة زهرة حملت الثوب ثم انصرفت تذكر زهرة ان والدتها عاودت التفكير في الذي حدث فاضطرت الى شراء الثوب الذي كانت تمسك به تلك الفتاة واعطته لزهرة حدث ذلك قبل ثلاثة وعشرين عاما كلما مضت زهرة الى المدينة العتيقة للتسوق وقد صارت الان اما لطفلة في مثل عمرها حين حدث ذلك الا وتذكرت تلك الفتاة تتصورها الان امرأة اما مثلها كانت زهرة البنت الوحيدة لوالدتها الباتول وابيها الحج الطاهر وكلهما ينحدران من واحدة من العائلات المعروفة في فاس كانت مدللة في حدود ما هو مقبول وقد حرست امها على ان تربيها تربية تقليدية كما تفعل عائلات كثيرات وكذلك تعلمت الخياطة والطرز والطبخة لم تكمل تعليمها الى ما بعد شهادة الدروس الابتدائية وقتها لم تكن هي متحمسة لمواصلة الدراسة ولم يقم ابواها بتشجيعها على ذلك وحتى زواجها من خالد الذي يتاجر في الاواني النحاسية ويملك دكانا في الصفارين كانت تعيش حياة بها شيء لا يستهان به من الرتابة كان ايقاع الايام يضبط بما يتوافق مع عودة الحاج الطاهر من دكانه حيث يبيع التوابل وذهابها او عودتها من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الطرز والخياطة كان البرنامج يتغير في ايام الصيف شديدة الحرارة وفي ايام رمضان وكانت ايام العطلة الاطول ترتبط بالعيد الكبير عيد الاضحى لما توفي الحاج الطاهر في العام خمسة والفين وكان العمر قد تقدم بوالدتها التي تكاثرت عللها اكتشفت زهر ما لم يخطر يوما ببالها بعد مراسيم الجنازة وانصراف من كانوا يتوافدون لتقديم العزاء وكانت والدتها تعد الوثائق التي تخص الميراث ابلغت بان والدها الهالك كتب لها وصية اعطاها بمقتضاها دارا في المدينة القديمة وقطعة ارضية في احواز فاس كان ما بلغته يدفعها الى التساؤل عن سبب اقصائها من القسمة كان للحاج الطاهر شقيق يصغره وكان من الوارثين لم تستثق زهر اقصائها ابلغت زوجها بذلك وقد شرح لها ان الوصية لا تكون الا لغير وارث واستنتج انها وفق ما بلغت به ليست من ورثة الحاج الطاهر لم يكن لدى زهر من باب تقصده غير باب والدتها وكذلك مضت تسألها عن سر اقصائها من الميراث كانت المرأة في حالة مرض حاولت ان تتفادى الاجابة ومع ان زهر التي تعي خطورة الوضع الصحي لامها لم تلح في السؤال فان المرأة وقد انتظرت يومين او ثلاثة ايام دعت زهر الى غرفتها واسرت لها بما ظلت تكتمه منذ خمسة وثلاثين عاما هو عمر زهر الان قالت لها انها ليست امها التي ولدتها كانت كلمات صاعقة لم تقو على سماع ما تلا ذلك الخبر الرهيد كاد يغمى عليها بعد ان استعادت انفاسها قالت لها انها تبنتها لانقاذها من الفقر شرحت لها انها ولدت لامرأة فقيرة رزقت مولودتين توأمين وان احداهما هي هو الواقع الجديد الذي عليها ان تتعاطى معه بكثير من الصبر صار اكثر ما يشغل بال زهر ان تعرف امها التي ولدتها وان تتعرف الى والدها والى اخوتها ان كان لديها اخوة التي ظنتها امها ولم تعرف اما غيرها تعاني من المرض ويفرض عليها ذلك التعجيل بالوصول الى الحقيقة الكاملة لا يساور زهر ادنى شك في ان الحاج البتول وحدها تعرف الحقيقة منذ ذلك اليوم تغيرت نظرتها الى الناس الذين كانوا يزورون بيت الحاج الطاهر ولسبب لا تعرفه صارت تشك في ان يكون بعضهم يعرفون قصتها صارت تتقي نظراتهم عادت ذات يوم الى امها لا تستطيع ان تتصور اعتبارها غير ذلك ترجتها كما لم تترجها من قبل ان تدلها على امها التي ولدتها وعلى عائلتها الفقيرة تلك تنهدت الحاج البتول ثم بكلمات متقطعة قالت ان المدة التي مضت على كل ذلك طويلة وانما ينبغي ان تعلمه انها ليست لقيطة وانما هي تبنتها بكل رضا والديها اشارت بيدها الى صندوق في رف الدولاب طلبت منها ان تأتيها به مذكانة صغيرة تعلم زهرة ان والدتها تضع في ذلك الصندوق كلما ترغب في بقائه بعيدا عن متناول الفضوليين هي علبة اسرارها الخاصة لما جاءتها بالصندوق فتحتها كانت به عدة وثائق وضعت بترتيب في اسفل الصندوق كناش للحالة المدنية ناولتها اياه وقالت لها ان تقرأ ما هو مدون في المعلومات الخاصة بها اكتشفت وهي تقرأ اسم الاب انها بنت علال بن احمد وابنة عائشة بنت اليزيد في الاسم العائلي مهيلو اطلت النظر الى تلك الصفحات ثم طوت الكناشة واعادته الى والدتها بعد صمت خيم على الغرفة قالت الحاجة انما في كناش الحالة المدنية هي هويتها الكاملة اضافت ان كل ما تتذكره ان عائلتها كانت تسكن في مولي عقوب عادت المرأة لتئن ولكنها استطاعت ان تكرر انها لم تر والدتها منذ ذلك الحين قررت زهراء الذهاب الى مولي عقوب للبحث عن عائلة مهيلو وعن علال ابيها رافقها زوجها في تلك الرحلة وامضي يومين في مولي عقوب يبحثان ثم بينما هما يمران بالقرب من الحامة رأت امرأة بدت لها في مثل عمرها لا تدري ما الذي جعلها تطيل النظر اليها ملامحها تذكرها بشخص تعرفه او عرفته لاحظت ان تلك المرأة تمعن هي الاخرى النظر اليها ثم رأتها تقبل نحوها دون ان تناديها ولما صارت اقرب اليها بادرتها بسؤالها ان كانت من فاس ردت زهراء بانها من هناك ثم عادت تسألها اتذكرين فتاة اعطيتها كسوة كانت امك اشترتها لك لمناسبة العيد في تلك اللحظة ادركت زهراء انها هي نفسها تلك الفتاة شاحبة الوجه التي التقتها في باب فتوح حدث ذلك قبل ثلاثة وعشرين عاما وقد رأت زهراء في اللقاء بها مناسبة لتسألها عن الذين تبحث عنهم قالت لها انها تبحث عن رجل اسمه علال مهيلو من سألتها وكأنها لم تسمع جيدا علال مهيلو هل تعرفينه؟ امتقع لون المرأة بدت وكأنها تجد صعوبة في الكلام ثم نطقت نعم اعرفه وحتى تتيقن من انه هو سألتها ان كانت تعرف زوجته عائشة بنت اليزيد ازداد ذهول المرأة ثم قالت وكأنها تستعجل معرفة السر الذي تحمله زهراء نعم اعرفها لانها امي ولان علال والدي لم تقوى زهراء على التحمل جلست في عتبة منزل وطلب زوجها ان تسقى ماء لما استعادت بعضا من قوتها طلبت من المرأة ان تقودها اليهما في الطريق ابلغتها بانها اختها التوأم ولما بلغوا المنزل كان عليها ان تتريث قبل ان تخبر امها التي ولدتها بانها مولودتها التي تركتها في فاس بسبب الفاقة ليلتها علمت ان والدها توفي منذ سنوات وان لها ثلاثة اخوة واربع اخوات ليلتها حكت لها قصتها الكاملة تلك التي بدأتها الحج البتول ولم تجد سبيلا لاتمامها